اشتركوا في القناة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعزيز النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال في المملكة وأن توفير هذه الخدمات الرقمية المتكاملة يساعد في تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية كما عرب الوزير عن تطلعه إلى أن يسهم هذا التحديث في تسهيل انطلاقة رواد الأعمال والمستثمرين في مشاريعهم وتوسيع عمالهم ما يعزز تنافسية البحرين كوجهة رائدة لاستثمار والأعمال في المنطقة مؤكدا على الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين على الصعيد الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية من جانبه أكد السيد سمير عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا كشريك مؤثر في تحقيق التنويع الاقتصادي وتسريع وثيرة النشاط التجاري والصناعي في المملكة ترجمة نانسي قنقر